كيف دخلت عالم الموضة وعرض الأزياء؟ أنا ما كنت يقدر يجيب أولاد بقى بتقوم أخت جوزة بتقلي مارفي بسويسرا كتير شاطرين رحت وقتها على سويسرا تحكم حالي وشوف إنه ليه ما عم يجيني ولاد بيشوفني واحد كنا بودنوي أنا لابسة طيار شنال من عند بي لقماش كله دهمهم بقى بيقوم واحدة بالقلماني بيجي وبيسألها لأخت جوزة إنه ميني هيا قالت له لبنينية أمر اللي بديوتي مع بدي إيها لتعرض أزياء هاديكي بتطلع فيه بتقلي بالفرنسيوي وبتلي إنه بده إيكي تعرض قلت له أنا ما بعرف يمشي بقى بتقل له ما بتعرف تمشي قال لأ هي بتمشي متل ما بتمشي قلت أنا ليش لا بقبض مساري وبتفع الحكمة طبعولي هيكي بلشنا رحت لعنده قيسنا لفساتين وهدي قال لي مشي على البوديوم مشيت على البوديوم ديخ أول شي حلوة وطويلة وجسمي بيجنين وليبسي تايير شنال أكيد عجبته من وقته عندري عقوري أهلا وسهلا فيكي بأحديث مع ريكاردو كرم أنا سعيد إنه عم نلتقى اليوم وإنه رح يسفي نيقاش بينتنا رح يسفي حديث بينتنا من القلب بالقلب أنا ما محضر ولا أي سؤال أنا موجود اليوم معك أنت في بيروت في راس بيروت وإنت منك بعيدة عن هالمنطق أنت خلقتي هون كبرتي هون مضوح واتعمدتي هون بالوردية مرابو عليك على مقربة من حيث نحن هلأ واحدة واربعين تلاتة وعشرين 82 سنة ما شاء الله أنت من يسائل أليل يلي بيحكوا عن عمرهم وبيفتخروا ننصوا على العمر وبعضهم مثل ما هني عندهم هالنشاط هالحيوية ويتمتعوا بها الرونة وبيها الجمال أودري أنت عرفتي طبعا بإسم ليفا ديوتي مضبوط كان اسم الشهرة وهالمرحلة هذه بدي أحكي عنها أكيد معك بدي أرجع قبل للوالد بلد كان تاجر أقمشة مضبوط وانت عشتي وخلقتي بين الأقمشة والألوان والأشكال والموضة هلأ شي هو اللي خالى عندك حب للموضة؟ إيه أكيد يعني بي وقت اللي كان ننزل لعنده يدسسنا ماشيت اللي هالأغمض عيوني كدسي هيده شو يعني من الكريب للسطن للبوذلور كنت حب كتير الموضة مضبوط هيده خلقنا هيك وبعدين كنا كان الخياطين يجوا لعنا على البيت ليفصنوا لنا الفساطين وهيده ماشيت من بي يعني خلقت هيك بهالجو خلقتي حرة أنت إنساني حرة أنا حرة بس بي ما كان حر أبدا كان صعب؟ أوه أوه كتير صعب كتير كناسي عليكي؟ كتير قاسي أول شي مش إن ما ننسى إنه بي طلق إمي أنا كان عمره تسع سنين أخت اللي كبيري كان عمره 11 سنة والثالثة مادام رفال كان عمره 6 سنين وأخت الصغيرة كان عمره سنتين هيدا ضغط كتير على بي خاف علينا الإمي راحيت ونحن عنده أربع ولاد أربع بنات إنه شو بدي أعمل فيهم؟ ربنا رحموا إنه أخته كانت أرملة مادام سعادة وعنده بنتين بقلت له يا لك يا خي جيبوا أوليدك وتعيش معي أنا وأخته الكبيرة وأخته كيكي رحنا على الفرانسيسكان حطلنا داخلي آمنة من البزانسون حطنا ليش؟ مش إن كلهم كانوا ينمتخي دواء إنه هولي بنات أمهم وبيونهم مطلئين يعني كانوا ناس ينظروا لألكون على إن كون بنات مختلفين برافو أفضل ما كتير عشرون وكون أصحاب معهم برافو بقى بابا يعني حن قلبه وحطنا عند الفرانسيسكان ظلينا أنا أخته الكبيرة أربع سنين رجعنا بعدنا آمنة ورجع حطنا بالبزانسون مش إن كله ولد العمومات والخالات كانوا بهالمدرسة بقى أنا كتير أثر علي ما عندي أمه هيدا وعلى طول كين بي يقسيني مش إن أنا كنت أكتر شي أشبه أمي طويلة ضعيفة كل ما يشوفني مثل أميك ينقز منيك ينقز وبعدنا إنو أنت طول بلغ لي عكل حل بالمدرسة أنت حمارة يقسسني وهو مظبوط بينينا مظبوط مرة بيجر عند بي قلت له شوف بابي أنا واحد وثليتين آخر وحدة هيدا قل لي يي برافو ليش دخليك 32 إنو رفعتي مرة طولة بس هي كانت ساخنة أكلت قتلي بتصو عمر فهمت كيف حيدي أنا بقى جدت كثير طلعت اللوندينون وبعدنا وقت تجواص ليفاديوتي إيشت الحرية أول لا كنا لازم نقول لعمتي مادام ليفاديوتي عمتي أخت بي مش أقوى زي واحد ليفاديوتي قبل مني أنا نقل لأ الله يخليك تانطلور قولي له لبابا يخلينا نظهر مع ولادة يعني ولادة العموم هيك كنا نقدر نظهر بعدنا إذا كل واحد رح من ميل هيدا غير شي يعني أنت بنت الأسوى بس هالأسوى هيدا اللي عرفتيا وعشتيا خليتك بعدين تناضلي في سبيل حريتك حد تكوني إمرأة حرة وقت الجواص جوزي وصرت حرة خلاص جواص التلييني منو لبنيني وصرت إمرأة بقدر أعمل لي اللي بقدر دخن بقدر هذا ووقتها مسؤولي فاديوتي اللي تزوجتي إيطالو لي فاديوتي إيطالو أول واحد أول واحد حبيتي كثير للعمى ضلينا 18 سنة كتير استمر الحب فترة طويلة خانك بعدين نعم ما أعصى حبتي هيدا مثل بالفلومة لبنينية فرنسوية فرنسوية بس مجوزة لبنيني وكانت عيشة بلبنين أنا وقت الفتت على البيت من بعد واحد من عرض الأزياء لقيتهم بالتخت سوا نعم وجوزة عم بيتطلع شو عملت ماشي قلت له نهروا من البنين بس براسي وبقلبي خلص سكرت الباب سكرت بس ضليتني عايشة معه وكرمي البنتي بس بعدين التفقنا أنه أنا بترك الرجال مع مين كنت وهو المرة مع مين هي لنرجع سوا كنت أنت مع الرجال كمان من بعد ما تعرفت على كاتب أنت ردي تيلو الصاع أنت ردي تيلو الصاع صاعين برافو عليك في الزمنات أيامات الستينات كان هيك حتى بالفلومة أنت خدتني أنا بدخينك سطني بس مضيت خمس سنين مبسوطة كالحال كان كان كاتب كاتب كتب لك شي كتب عنك شي كتب لك كان بده يكتب قصة حياتي بس بعدين وقت العرف أنه أنا بده أرجع لجوزة مشان إيطالو كان بده يترك لبنان ويغير معنى السفارة رحت على كي بيقوله بالعربي إذن كانوا ديبلوماسي كان ديبلوماسي ونقلوا من لبنان لمحل تاني طلبت ينقلو وعطوه بارسلونا على بنا منرجع من أول حياتي أنا وي كرمي البنتي أنا تركته للكاتب وهو على بنا كنت تاري كسحبته أنا وباولو إجا على روما أنا وباولا كنا قريدي بالروما وباولا عم تدروس بالمدرسة وهيضا إجا كنت كتير مبسوطة إنه يواو بنا نرجع بشان قلبيا كنت حبو انيوي خاني ما خاني خنتو ما خنتو ذات الشي كنا نحب بعض مثل بفلومي كان على بنا أوكي نظر أنا وباولا بدي وصلة على المدرسة باولا نسي تكتيب الهيستوري نحن وفيتين اسمعني عم نحكي مع صحبته باولا طلعت فيي طلعت فيي ما قلنا شي سكرنا البيب ورحنا قللي بدي فوت على لبنان مشان في السفارة كذبة تانية قلت له أوكي ما قلت له شي هو يوصل على لبنان أنا طلفنت على الأبوكا وطلعت الطلق وأخذنا الطلق كونتو ماتشي نونسو كوميسي ديتش كونتو ماتشي يعني حتى إذا هو منه موجود الطلق ماشي غيبيا يعني وقتا بعدين تعرفنا على ابن عمو برونو هلا بحكي عن برونو أدري القصص الحب الإيطالية فيه كثير من رومانسية كثير كثير فيه رومانسية فيه 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 أغاني ياللي ما فيه باللبناني ياللي كمان جاتي فيه عندك فيه 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 وبتشاكي كل هالأمور هايدي وطبعا وفيه فيه الأكل التلياني هالأمور كلها بتريده في بعضها كلها بتيجي مع بعضها هل بتشوفي أنه قصة حبي كنت عنيفة لهالدرجة فيه أوقات خلفات وخناقات وبعدين فيه الورد الأحمر وفيه القبولات وفيه الرومانسية وفيه الرأس وفيه أكيد أكيد كنا نتخان ونعلي صوتنا بس مش قدم باولا نبر كنت قل له تاعتنا نروح للروشة كان فيه الترين يلي كنا نطلع فيه بخمسة أروش الترين الأحمر كان فيه نروح لهونيك خانه ويخنقني بعدين ننسأل نفوت على البيت أموري ميو تيامو مثل كأنه مافي شي بدير جعنا وياكي للروشة ولا بيروت انتي خلقتي هون درستي متل ماقلتي بالفرانسيس كان بعدين بوزنسون كنت بنت هالأسوي هايدي مع بي معارف تصرف مع بناتو أربع بنات شعلي منا سهلي أبدا منا صعب كان صعب كتير لألوحر منا سهلي طبعا أم راح تركتكن الأم أيضا حبت حدا تاني تركتكن ما هي تركت أبوي كانت مغرومة بواحد اسبانيولي أوكي وراحت معه لوين على أسبانيا لا ضلت باللبنين بعدين راحوا على بس أمي كان عمره 27 سنة مع أربع أولاد جوزت كان عمره 15 شو بدأت تفهم هي عندها أربع أولاد بيتوا على علاء فيها دلئم بيتوا على اتصال لا 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 بابا منعنا على 18 سنة ما كنا نشوفها ممنوع حرام هي وقتها حرام إجت مع جوزة على الفرانسيسيان وقت لكنا داخلي أنا واختي منعوها تشوفكم شفنيها مرة الرهبين خبرته لبي منعها تيجي على المدرسة بعدين كنا عنا بيت بدير القلعة بس أول كنا نصيف ببرمينة إجت على برمينة مع اللوير طبعا إنه أنا بدي لولاد بدي شوف لولاد بابا قلنا أوكي ما في مانع بتروحوا مع أمكون بس معي أنا خلاص شو بدك نقول نحنا ربيينين معه ومنحبه وعلى أساس إنه مما تركتنا بجي نحبي تواحد تاني بقلبك وبعدين بتسمع حكي كمانا من عموميتي إشي ضد إمك بقى بيحبو لك راسك هيدا هو القهر طبعو لنا نحنا الأربعة قهرنا ما فيك وبالزمانات بيش مثل اليوم اليوم بتتجوزوا وبتجيبوا وليدوا وبتطلقوا وبتحب غيروا وكلو عادي صار كلو عادي هلأ لولاد طبع أول رجال وتاني رجال وتالية مرة ورابع مرة كلو أصحاب يعني ما نبقى أسكندار عقيماتنا نحنا كتير نقهرنا أندري هل تصلحتوا بعدين مع نفسكون؟ مع نفسي أنا بدي أقول أنا بحكي علي أنا مشان أختلي كبيرة كان كتير سعبة عليها أم بي وقت لطلق أمي قال ليكي أنت إجاكي أنت أمون للثلاثة قال لي إن غيسبونسابلية عليها مسؤولية مسؤولية عليها يعني ما بولنا زعت لحياتها بس كتير كومبليكات لإله عاشت مع هلأ أختي أنا تقل تقل وزن أنا بسخون أو قعت أو كسرت حالي كانت على طول هي مثل الأم ونحنا لحديد حتى كباره تزوجتي بعدين وصار في عندك بنت وصرتي أم ونفس الشي مع خياتك هالوقت أصرتي أم فهمتي أكتر أهمية وجود الأم بالحياة وتصلحتي مع أمي أكيد أكيد وبدأت مرحلة جديدة وفصل جيد من الحياة مع أمك هالشي حصل؟ مشان وقت الخلقية باولا ما كنا فينا بعد نشوفها بس مما ولديت بنتها أكبر من بنتي بسنة صارت تقلي واخ يا بنتي ليه ما بتجي لعندي قلت أنا ليش لا ورحت بس خبينا على بي ما قلني له ظلينا نشوفها بالمخفى عن بي هوني كنهار بوقت لباولا كان عمرها تسع سنين وده تعمل بروميير كومينيون وقت لترشوف بابي نحنا عم نشوف مما وبعدين العلاقات مع أمي صارت أقوى ووقت أنا نجبر تطلق بس أنا لطلق ما بدي ما صار ما بدي شي منك بدي أنت ليه ما هيدا عملتها هي كيف قدري تركت أربع ولاد إبليت هيدا كانت حرقة بقلبنا بس بعدين بتعرف مع العمر وبتطلق وبرجع بتجواز خلاص نحنرجع على السوق الطويلة لقماش الألوان عالم الموضة أنت بنت بعدك عم تكتشفي الحياة عم تفتح حيونك على عوالم ما بتعرفيها قبل وطبعا كان الزمنه بيختلف ما كان في تلفزيون ووقتها وما كان في آيفون كله ما كان في إنستجرام ما كان في إستجرام ما كان في نونينا حتى ما كان في نونينا شو بعرفني أنا ما ربونك تختلف تماما وإنت كان عبارك تكون مشاعة تحت الضوء كنت عم تفتش عن الأضواء ما عارفي كيف كيف دخلت عالم الموضة وعرض الأزياء أنا ما كان يقدر يجيب أولاد بقى بتقوم أخت جوزة بتقلي مارفي بسويسرا كتير شاطرين رحت وقتها على سويسرا تحكم حالي وشوف إنه ليه ما عم يجيني ولاد بيشوفني واحد كنا ببودنوي أنا لابسة طيور شنال من عند بي لقماش كله ودهمهم فيوشيا ودهبة وأنا بمشي راسي هيك إنه أنا الله خلقني وكسر القلب بقى بيقوم واحد بالقلماني بيجي وبيسألها لأخت جوزة إنه من هي قالت له لبنينية أمريلي بديوتي بدي إيها لتعرض أزياء هاديك بتطلع فيه بتقلي بالفرنسيوي وبتلي إنه بده إيك تعرض أنا ما بعرف يمشي بقى بتقل ما بتعرف تمشي قال لا هي بتمشي متل ما تمشي قلت أنا ليش لا بقبض ما صاري وبتفعل حكم ما تبعولي هيكي بلشنا رحت لعندو قيسنا لفساتين وهدي قال لي مشي على البوديوم مشيت على البوديوم داخ أول شي حلوة وطويلة وجسمي بيجنين ولابسة تيور شنال أكيد عجبته ومن وقته اشتغلت عندو وقت رجعت على لبنين وهون بلبنين للعرض الأزياء كانوا يجوا من بريس أو يجوا من إيطاليا أنا براسي قلت أنا طيب نحنا شو نقصنا نحنا اللبنانية أحلى شعب وأهدم شعب وأنا بعلم البنات فهمت هيكي بلشت وقته التقيت بكم نسوين ما بيعرفوش شي على العرض الأزياء قلتلون بتكن تعرضوا أزياء قال إيه بس نحنا ما بنعرف نمشي هيدا عنوان البيت بتجوا على البيت وأنا بعلمكن وهيكي فتحت المدرسة إذا الواحد بيقدر يقول وعلمت النسوين مجوازين وأعزيب وصبايا عزيبة عزيبة وانطلقت وهيكي بلشنا نعرض أزياء إذا الواحد بيشوف الصور يلي كانوا كانوا يعملو لنا إياهون نحن عم نعرض أزياء كنت أبصر بنومي أنا كيف بدي أعمل عرض الأزياء تالفي لليندا نجيم ونقل لك تعي لعندي بدي فسدي كيف بدي أعمل عرض الأزياء وشو بديك تحكي أول واحدة أنا كنت روح عند نعيم وقل له أنا عمل لي الشعرات بدي كاسك على الشعر ما بدي بس الشينيون نخترع إشي إشي إذا بتشوف الصور طبعولي كيف كانوا بالزمنات أول واحدة عملنا العرض الأزياء حافين أول شي عنا الترييات على رأسنا وعنا لا ببريز ولا بإيطاليا ولا حدا بالستينات وبالسبعينات كانوا يعملو يعني أنت تخلى أنت التام التام العنوان برافو عليك مرة مع الحيوانات شي بروكي شي بلونات يعني ما كانت عرض أزياء عادية تقليدية كانت بتختلف أبدا تختلف هيدا هو كان وبعدين أدحكي بوشنا يا عمي مش متى اليوم تميزتوا أنتوا متى ما قلت قبل شوية كنتوا بشكل خاص كان في أربع صبايا تميزوا يعني فريتشينا روسي جورجينا رزق مونا روس بس بعدين كان في أيرين سابا كان في سيلفانا بدرخان أكتر من فريتشينا بزمين فريتشينا عملت قليل عملت شوية صور بس كعرضة أزياء سيلفانا كانت بتجني وأيرين سابا كانت أمريكينية جس ما بيجني هل كنت فكرت هنا من الأيام أنه معقول حياتك تاخد منحة مختلف وتصير أنت هالبنت الخجولي إلى حد ما يلي طارع من جو كله أسوي يلي انغرمت بزوج إيطالي زوجته يلي صار فيها عندها بعدين لاحقا بنت بعض صعوبات وبعض علاج مزبوط أو لا مزبوط هل فكرت حياتك أنه معقول تصير أنت نجمة على أغلفة المجلات ينحكى فيها وين مكان ناس انتظرت توقف على الطريق تحكي معها تاخد معها صور هل أشي حقيقة بيدر لزاني كنهار من الأيام براسي وبقلبي بعدين it was a challenge هل دا أنا بتفتح التليفزيون كنت تشوف دعاية مني فلومي بتفتح الجريدة أنا بتفتح ريفيديو لبان أنا بتفتح أي نهار الحياة يلي قلت أنا هلأ الناس هون اللي ابني رح يزهؤوا يشوفوني على طول بعدين قلوا أنا ما فيه جورينا فيه فليتشينا فيه لا بدنا يكي أنت أوكي أنا كنت دو طوب بالزمانات قلت أنا بعدين بدي خلي كامينا دور لغيري دور لغيري بدي أسحب حالي بدي رو على فرنسا هيدا كان لدريم تبعي حلم الكبير ورحت على فرنسا ورحت على فرنسا ورحت على فرنسا ولتعيتي ب ومي لتعيتي بفرنسا كوكو شانال مثلا أول شي لا أول أول وحدة كان جانباتو أول عرض أزيق لجانباتو بعدين قلت أنا خلاص اللي عملت إذن عندو رحت على ديور كان يعجبني ديور وقلت بالسبعينة أنا شفت بيسمعك عم تحكي ديور كوكو شانال أو جانباتو بيقول طبعا أنه الأبواب كلها مشرعة ومفتوح هذا الكل كانت صعبة أنه يختاروا عرض تعزيق كتير صعبة وأنه يقبلوا تعرض معهم أول شي كانت أخدوا الصور معي كيف اختروك أخدت الصور معي ما كان في آيفون لفرجي هون أخدت الصور معي ورحت عند باتو قلت له voilà جو شخش ديور هيدا صوري بدي أعرض أزيق لك قال لي ولي قلت له مشين أنا بحب المودة تبعيتها دي كان عمري كواتا بتتذكري كان عمري سمع إذا أنا خلقت بواحده أربعين آه آه سواصنة ديس قدي كان عمري سواصنة نف تسسا وعشرين تمانا وعشرين سنة بس بس كنت هون وهونيك بس بالنسبة لعرض الأزيق يعني تعتبر الامرأة تسا وعشرين سنة عجوز سبعة وعشرين تمانا وعشرين عتى أعود خلص نحنا خطيارية كان هل أنت اللبنانية الوحيدية اللي عرضت بالخارج وحيد مع المسلمين الكبار الوحيدة البيئيين ما حدا منهم أبدا لأيلك شارلي وقت اللبنانا رحت عند عملت سيزون واحدة عند شانال هي عم تحط لبرنيتا بتطلع فيه بتقول لي ليش ما عندون فكرة إنه نحنا اللبنانية حلوين أحلى منهم هن يعني قلت ما وشوف النسوين اللبنانية كلهم نحنا حلوين شو التلاويز من عرض الأزياء طبعا إلى المنزل من جديد إلى الحياة الزوجية الحياة العائلية صار في عندك بنتك باولا يلي هي حياتك كلها بتحكي عنها بحب لا متناهي بتقولي دايما تقبرني تقبرني بنتي الكلمة يلي كل أهل كلنا من استعمالها كل أمو كل باي حتى بيستعملوها تبعيكو عن أولادهم بعدين إلى خلاف إلى انفصال إلى علاقة حب كتير الحب حياتي كل أي درجة غزيك بطلت العرض الأزياء آخر عرض الأزياء عملته لفالنتينو بال 78 ووقفت بعدين مع جوزة تاني ما كان جوزة بعد بس يلي صار جوزة بعدين برونو رحنا على أفريقيا وقتا بأفريقيا غيرت النظر طبعا الحياة أنا عايشة واو ومساري ورجال على إجريك وليا لطيف وبتشوف بعدين هالمعطرين ما عندهم يأكلوا والإميات حطين الولد على ظهرهم أو عم بيعطيهم صدرهم هيك والنمل والوساخة قلت أنا طيب أنا ليه ما بساعدهم وقتا غيرت حياتي من العرض الأزياء والواو والفراري واللمبورجيني والشباب الحلوة على التعاسي تبع أفريقيا الحلول بغير طريقة يمكن من الحياة يلي فيها ترف الحياة اللي فيها أيضا السطحية الكثير من السطحية والحياة الخفيفة إيه إذا الحياة اللي فيها معنا هاي هي اللي فيها فيها أسس هاي إلى جوهر الحياة وتغيرتي خلقتي نفسك المجديد برابو وأصبحت إمرأة سي ما سيجوند في بكل ما يدكلمي من معنا إذن أصبحت إمرأة بأوائل أربعينيات صار في معنا لحياتك صار في حب العطاء على الأرض شو عملت كيف ساعدت هالنا أنا ساعدت كنت روح على المستشفيات بيقولوا بس ماش مستشفى يعني الطريق ما فيش بيتون ما فيش رمل والجيج رايح والجيج جاي هول المعترين يعني سي دي زنبيولاتور ما بكي بيقولوا بيوت صغيرة وهولي قاعدين يا حرام على الأرض قلوا أنا كيف يغسلوا الولاد كيف يتعموه كيف يعني كما ألفاء أنا أفاق يعني عملت جولات توعية إيه تيوقش تعرفوا كيف هديتيون نصايح وإرشادات وبعدين النظافة على الأكل بتجيب الأكل بورقة نقفي عندك صحون عندك إنه كنت ساعدهم وبعدين أعمل مثل الأنفرمير روح أعملي إبري أنا تعلمت شوي الإبر مشين عقصي جوزة كنتعبين تعلمت أعمل الإبر للولاد للنسوين يلي عنده نزيف يلي موجوعة يلي إخده أنا عند الحكيم يعني عمل تطوعي وخدمات إنسانية يعني غريب هل من السهل أنه على إمرأة بتمتع بكل مقاومات النجاح وهي عايشة على الحياة يلي ضو وسهر وشكل وشعر ومجوهرات وتكوتور أنه تنتقل ضفة تانية يلي كل هالشي منه موجود بس الأساس هو اللي موجود برافو برافو أندري يعني شابوبا شابوبا من أفرييا لوين لا عملنا أفريقيا مداجسكار على أربع سنين بعدين عملنا كاميرون بس وين كنا نور كاميرون مروى ما في شي لا في حلاء ولا في ولا في السينما السينما ما كانوا يعايتوا الأفريقية انتبه رح يقوثك يحو وراك عم بيقوثك فلومة الكوبوي منون وقت قلبي بيفتح أكتر وأكتر وأنت عم بتعيشي مع ناس بوسطة عاديين عم بتساعدين حتى طبعا يطوروا يحسنوا أنماط حياتهم هل اشتقتي إلى حياتك الأديمة ونسيتها لا لا ما نسيتها ما نسيتها بس ألبت الصفحة خلص إيه جيتوا هنا لباش خلص كان قيام أنا بحب ختير بقول عمري وما بستحي أنه أنا بدي ختير منيح ما بدي أكل انفزير حتى وصف هيك لا بحافظ على حالي بيكل المناقش أول شي والكنيفة كمان يعني فيك تعيش من دون الحموص والمتبال ما نوع دي ختير منيح ويكون عقلي معي بتعد لي باختياراتك بتعد لي بالمقادير اللي عم تكلية بالكمية اللي عم تكلية حتى تحافظي أنت على جمالك وعلى حيويتك وعلى شائتك انظري وأنا بحب أدحك كتير بتمسخر على حالي هيدا ما بعرف أذا بتعرفوها هالشي لحظني ايه مثلا بقول شغلي مثلا طب ليه عم تقولي يا ما فرقت معي هيدا عيشت هيدا أنا أنا هيك هل حفظتي على علاقاتك مع صديقات العمر ايه يلي بعدهم عايشين ايه وبعدين عندي مثل سيليكسيوم هني كمانا بيحبوني بيعزوني وهني بيفتشوا علي أنا بقول مثلا أنا بالبنان حتى الفولوورز مثلا طبعولي بإنستغرام أو أصحابي من المدرسة اللي عم يسمعونه هنالي يجب نقللون أنه أنت عندك اليوم إنستغرام ولازم أنا بنصح كل واحدة تابع على الإنستغرام اسمه Nonina Nonina 007 بشي كتير لبناني يعب يلحقوني N O N I N A N A 007 يس وهذا من قال لا إذا متسأل من قال كالاسم Roger Moore يارج Sean Connery كريم وفا 10 يمن يدي Nonina جو في تمت إستغرام كريم وفا أنا حفيدة لأندري لإفاديوتي ابن بنتي قالت له أنا كسكو سابو دي حياتي قال لي Noni إستغرام Nonina Timpapano Palomet فرجي لشو هو قالت له طيب أنا شو بدي أعمل في قال بتحتي صور بتحتي شي هيك نحنا عم نتعش قالت أنا أوكي قال لي ما عنديك شي بتقري وما بتعملي شي تاني أنا بحب كتير القراية قالت له أوكي شو بدي أسمح لأندري آه Non Nonina جو تمي موا حط اللي Nonina تقول له ليه 007 اللي ما أنت عم بتعلميني الكاراتي بتعلي إجري وطط إجري مثل بروسلي واتسميني 007 جو سي إن كسكو هلأ أنت كان فيك بالزمنات تكوني إحدى فتيات جيمس بوند مثلا يعني إيه كان كان فيك في شي بحياتك جوزي ما قبل في شي بحياتك كنت بتحبي تعملي ومقدر تعملتي هيدا هو وقتل كنت أنا مع أوغوست البريطان إجا على بيروت وعملنا صور وعلى بنا بدي أعمل موفي معو فيلم معو وأخذنا كل الأكسريور وكنت أنا الشتلين تبع لبنين ولازم أبكي مش نجوزي ميت كان بعدو عايش بقى فرسل بقى جيت أنا على البيت ووهو مبسوطة أنا جيت قلت له إيه تلو إيه تلو شوف وقلت له بريطان بده أنه أعمل أنا ريفيفي أو لبان تلع في قال لي شو أنا بالسفارة وقدروا بقطرح غيروا لك اسمي مشن كمان إلا قوي دي بخوبلام على اسمي نجو بار تغيرو سمح علي كالين من مدام اللي فاديوتي قال لي لأ بديك تنقي أو الموفي أو أنا ييه يا تحتيري كيف بدي لا ما بدي شو بقلت له لأو جيس أم سوري ما بقدير أنا جوزي أهم إيه بس عبديت إيدينا ضيعتي فرصة كبيرة طب أندري بعد مرور كلها السنوات هايدي شو بقي من أندري عاوري ما بعرف شو بدي لك أنا مثل ما أنا بنتي وقلت اللي حفيدي وخويته هيدو الأهم ما بقي من أندري ليفاديوتي كل شي بحياتي دو مغي ليفاديوتي ميزا موغ ليفاديوتي وأبخي لغموغ خلاص هلأ صرت أنا أندري عاوري أندري عاوري إما لباولا اللي فاديوتي مرت الوفا شو بقي من كالين سوكي غزدو كالين الهضامة الدحك المزح ما بيخد أنا العيشة سيريسلي يعني فمتف عن جد ما بيخدو على جد مثلا قديش أنا تعزبت بحياتي بين العمليات والأكسيدانات بدلني بتضحك بقول لنا كنت الخير الله بعدني عايشة غيري صار ذات الشي وتوفو مثلا مش إن هيك بيخد الحيات عندريك كم مرة حبيتي بحياتك مظبوط أربع مرات أربع مرات و كم مرة حبيتي الناس حبوني وهو ما بقدر عدون ما بقدر عدون بس نو جس في فدل هل أنت عايشي بالماضي أم عايشي بالحاضر لا عايشي بالحاضر ما فيك تشوف أول شو لشو شو علمتك الحياة علمتني كتير وقتل بتقوم بالمستشفى على خمس ستة شهور ومرتين سبعة شهور ومرتين شهرين بتفتكر بحالك ما حدا بيجي بيشوفك مش إن ما بقول لحدا نويني لحتى ما بدي الناس تقول أو أهلي يقولوا يي حرام اسمة الحرام هادي مبطيقة ما بتحبي شعور الشفقة لأ فضل يقولوا مثلا آه والله إيه براف علي ومرتك أنه ما صار شي وما صار شي أنت بتوعي اليوم عند كل صباح بتطلعي بالمرية بتصرحي شعريك بتحطي شوية ميكب على وجيك بتشوفي نفسك بعدك حلوي إيه بتطلعي بصديقاتك وكيف انتهوا أو لو المسلوا بيحزن قلبي دي بتحزني ريكاردو بيحزن قلبي مش إن ليك اليوم المرة ما عندك كل شي كل شي فيها تضلوا وكل سمانتين منيحة في عندك نيس تركين حالون يلي بينصح يلي ما بيلبوس مثل القوادي يلي ما بيحط شوية ميكب يلي ما بيهتموا بحالون وقت اللي بشوفون عندهم الهدامة عندهم الزكا عندهم كل شي من عدا ما بيهتموا بحالون هيده كتير بتأثرني كتير بتأثرني مش إن يعني أنا كتير قوات بوعة من عبوكرة بتطلع بالمرية بقول أنا العمى شنك بشعة عمى لأ زي بتزبطي حالي دغري شوية ما فون دو تن لجي يعني إه إن كرم تنتي بتعمل شوية مسكرة مش الحال آم بلاشان ما بندك عندري اللي بتابع الانستغرام الخاص فيك بيشوفي لأي درجة انت عفوية وتلقائية بكل شي بتعملي لا كل شي إذا عم تتبخي بالباستا بعفوية انت عم تقري بعفوية انت عم تحكي مع عائلتك مع أصحابك بتسامتك فيها تلقائية متطلع اليوم بكل هالصبايا ونشوف انه كل صبية وكل شاب حتى اليوم بيحاولوا يعطوا صورة مختلفة عن ما هنه هنه اليوم كليتهم أسرع يعني إسكلاف مذبوط لها ديجوتال ميديا سوشول ميديا بيحبوا يختاروا المكان الحلو المشهد اللي وراهن اللي حلو لبسين تيبون بس للصورة مفيش طبيعة وعفوية لهالناس هولي اللي هلا عم يستمعوا لقالك أنت عم يتعرف عليك عم يكتشوك شو بتقولي لهم شو نصيحتك لقالهم سواء ناتيوغيل ناتيوغيل كي بيقولوا بالعربي تكون انت كونة عفوية اي بتقوم حتى بدك تطبخ اللبسة شو بعرفني أنا فستان البيت نو صوات والمطبخ منو كل هالقدة كنول ومدرشو يالي موجود موجود في أحلى مننا لقالك شغلي أنا ما بحب الكذب على ولا شي حبل الكذب أصير كني اللي بي يا ما كذبنا علي ويا ما قتلت أكلنيها يجي يعرف وين كنا نهرب نروح عند أمنا وين كنتي رحنا عند حسوب ريكاردو وين بيتو بتنزل بتطلع بتطلع وشترا قولي الضغري أنا قلولي انه كنتوا ليشو بدي كتكذبي ليش بدنا نكذب على شو على انه الواحد يشوفني انه ولا أنا هو هيدا هي أنا بدي حط إشي مش مزبوطة على الإستجرام تبعي أو بالحفلة وانت بعدين بتشوفني عادي هيد وليه هيدا عم تعمل حركات وهي ميت مرة أحسن وقت تكون ناتيرال ميت مرة أحسن ما بنعمل كوميديا مرميل زيف هيدا حقيقيين أحسن شي أنا بتروف مطبخة هو هو واجب تكون عند بنتي بطبخ بمطبخة هو هو نكون شعري منكوش أو هيدا الأصل إيدين يكونوا نضاف لحتى نلفوا نعمل الأكل عدري على ذكر الحقيقة والحياة المزيفة نحن اليوم موجودين ببيروت برأس بيروت مثل ما قلنا أنت خلقتي وكبرتي هون بيروت تغيرت كتير معت تشبه نفسها أنت عوات أنت وماشي بقلب بيروت بتذكري الماضي بتذكري قهوة معينة معت موجودة معت معدم موجود البيكاد اللي مسكرة سيليما بطل موجود هل بتتحسري هل تنزل الدمعة بتقولي رزق الله بينخزي قلبي بينخزي قلبي مرة أنا مع أختي كارمن نزلين من بعد جنين تصنع هايدي الطريق كنت في كازا دي تاليا كان في نعيم الحلا كنا نروح لعنده أيا لين دسل كلهم كنوا أكبرية مي موسى كلهم كنا نروح لعنده ليلان عريضة كلهم بيت الحد نعملنا الحلا اطلع هيك شو هالبنية شو هالوساخة ما بقى في بيكادالي في غير شي ما بقى في القهوة كنا نروح على الهوش بس في شي بول يلي أول مثلا بالزمنات ما كان في بس في شي معاد موجود العصالي من وقت ما تركت لبنين بالخمسة وسبين جيت وقت الميت توفى جوزة توفى بال واحد والتسعين جيت أنا السنة البعد وبلشت إجي شوية شوية عند أختي بس ما بيجي كل سنة بقى كله أنا كله مغير وتتركتي لبنين بالخمسة وسبعين هل فكرت أن رح تروحي على فترة طويلة ورح ترجعي بسرعة لا أنا فكرت أن فترة طويلة مش أن قال لي أنه رح تضاين كتير كتير الحرب كمن الأسد قال لي لا لا خدي بنتك روحي سوني با دو مالا باي بقى فتكر أنه مش بكرة رح ترجع بقى وقت رحت على إيطاليا وجوزة تليينة وفاولة بالمدرسة تليينية بعدين طلقت جوزة وتجوزنا مع برونو وصرنا رحيشة بأفريقيا ما فكرت رح أرجع على لبنين مش أن كل ما بتسمع أخوتي كتير يه الحالي والتقويس والبتمانين كيف بقي لبنين معك أنت وبره بالغربي قليلا كنت أعرف أخبار بأفريقيا ما كان في لبناني يلي هجروا ما بعرف أم تير بقبل هل كان هاللبنين بقي معك بالغنية بالكتاب بالقصة كيف كيف كنت تتذكري لبنين وتعيشي لبنين عن بعيد عن مسافة أنا رجعت عشت لبنين بإلك بكل صراحة وقت البنت تجوزيت مع طارق وفا هني علموني على الموسيقى العربي أنا أول ما كان في لا فيروز لا صباح لا 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 أنا فيروز يعني إيه بعرفها مش أن مرة كنت أنا بدي أهرود أصدق بالبيكاديل وكانت هي عم بتغني صوتها بيجان أم كلتوم ما بفهم العربي أنا لو بفهم عربي كنت بس ما بعرف كنت قدرت وحبيت وتزوقت بس ما شاء الله عربيتك عظيمة عدري لامين بتقولي شكرا بس أنا بقول thank you thank you مش أن عنا حكمة فضيعين ولو ما منهم ما كنت عايش إلا اليوم لامين بتقولي عزرا سوري سوري ليش ما علموني العربي علا بيكل إيدي كنت حمارة بالمدرسة هيدا أوكي بس لو بيزر شوي عوض ما يزر على شي يزر لي على العربي وامي ستلو فرانسي بس كون اتي سو دوميناسيون فرانسيز هيدا هي وأنا مدرسة العربي عدري بي هالحديث يالي كان من قلد القلب الناس تعرفوا عليك اكتشفوك شو بتحبي بناية هالدردة شي هيدا يقولوا عنيك يقولوا صحيح بتحبي يقولوا عنيك عدري ليفاديوتي إنسان مصرحة مع نفسها عفوية طبعية ما فهمت هيدا بس إيه كثير صعيب لألي هيدا هل أنت إنسانة مؤمنة؟ لا لا بس ملحدة ملحدة شو يا قطي نو مثلا أنا بقول كتر خير الله ليش بقول كتر خير الله لو ما في شي شوية نحنا ربينا ربينا هيكي مثلا نحنا منعيد رمضان نحنا منعيد نوال وفاك وجوردولان وكله هيدا يعني إن كان من الميلتين بس لا ما بصدق عدريوتي من فيلم هالحياة ديما منحب إنه الناس يتذكرونه يتذكروا عمل وقعناه عملناه يتذكروا ما لحقول إنجاز لكن إضافة قدمني هالحياة إنجاز إكسبواء إن إكسبواء بدي يتذكروني إنه أنا أول لبنانية يلا فتحت البيب للعرض الأزياء وعلى المودة بالبنان علمت البنات وبعدين أخدوا محلي ومن تحت راسي أنا صار في جورجينا رزق ميس إونيبير ميس لبان ميس ياللي بدك وبعدين هلأ في عرضة زي عم تعملوا أنتو هون بلبنان البنات واحدة أحلى من الثانية في البيبليسيتي أول كان يجيبوا البيبليسيتي من بره إن كان للسوغير وإن كان للبحر وإن كان للأوتال وإن كان للكين كله كان أنا أنا فتحت هالبيب أنا مهمة للجنراسيون للصغار يلي هيدا بترك أنا مني أنا أذق بعد بيتذكروني أكيد في أمياتهم يلي من عمري بيتذكروني والولاد يلي اليوم عمرهم ستين سنة مثل بنتي بيقدروا يتذكروني عمرهم أربعتاش خمس عشر سنة يلي يرقدوا لحتى ياخدوا أوتوغراف مني هيدا أنا بفتخر بحالي إنه هيدا فتحتها هالمدرسة أذا بدك هالعلم والحللة هالبنات أنت عرابت الموضة وعرض الأزياء في لبنان أنت اللي فتحت أبواب لكاله الأجيال اللي أجت من بعدك وانت كنت الأولى والرائدة في هذا المجال أنا بسطت كتير إنه تشاركنا بها الحديث وإني كنت ضيفة بها حديث مع ريكاردو كرم أهلا وسلا فيك مرتي ريكاردو مرتي لألك إلى اللقاء متشكرا اشتركوا في القناة